حققت مملكة البحرين العديد من الانجازات بفضل ميثاق العمل الوطني في مختلف المجالات والأصعدة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين نعم هذا وتولي المملكة اهتماما كبيرا بقطع ريادة الأعمال خصوصا دعم نمو المؤسسات الناشئة لما تلعبه من دور مهم في تلمية الاقتصاد الوطني منذ اطلاق ميثاق العمل الوطني حافظت مملكة البحرين على الاسس الاقتصادية للميثاق الوطني وسهمت هذه الاسس في تعزيز الحرية الاقتصادية وجد بالاستثمارات الخاصة والاجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاثة الاستدامة والعدالة والتنافسية ساهم الميثاق في توفير ارضية خصبة للرواد الاعمال ورائدات الاعمال فشهدنا في السنوات الماضية اهتماما كبيرا من قبل جميع الجهة المعنية بقطع ريادة الاعمال ابتداء من سن القوانين والتشريعات الاقتصادية مرورا باطلاق البرامج المتخصصة لدعم الافراد والمؤسسات وصولا الى الاستثمار في الشركات الناشئة واحتضانها في حاضنات ومسرعات اعمال خاصة بها بالاضافة الى عقد المؤتمرات والورش المتعلقة بتبادل الخبرات الريادية والمساهمة في ايجاد الحلول التي تساهم في تحقيق النماء الاقتصادي وتكريم وتقدير جهود رواد ورائدات الاعمال بشكل مستمر مما يشجعهم على العمل والمواصلة تستمر مملكة البحرين على احداث التأثير على الاقتصاد استجابة لاحتياجات السوق والحرص على التنوع في الخدمات المقدمة والتي لا تقتصر على الدعم المادي فقط وانما نشر ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع البحريني وحث الشباب على بدء مشاريعهم التجارية الريادية عبر توفير كافة البرامج والمبادرات الداعمة ترجمة نانسي قنقر